بيبدأ الفيلم مع الشاب يو اللي بيكون مسافر في القطر للبلد بتاعته لكنه بعد شوية الانوار بتطفي في العربيات كلها وبيظهر خيال مرعب جدا وسط الركاب بيروح على يو بيحاول يمسك راسه وبيفضل يضربها في ارضية القطر لكن بعد شوية بنعرف ان هو كان بيحلم بحلم غريب وبيفوق منه بسرعة وبيعرف هنا ان الكابوس اللي جاله اكيد فيه هدف منه خصوصا ان هو كان بيشتغل كاتب وعنده كمان المهارة في كتابة كل انواع الكصص وبيعك كتير جدا فرص عليه وبنعرف كمان ان هو بيكون ضعيف ماديا وتقريبا معهش اي فلوس لدرجة ان صاحب الشقة بيطلب منه الايجار لكن يو ما بيكونش معاه اصلا اي قرش بنعرف انه بيكون معجب جدا بواحدة شغالة في كافية لكنه ما كانش عنده الشجاعة ان هو يروح ويعترف ليها وبعد كده بيروح عشان يقعد مع صاحبه الوحيد والواضح ان هو ما كانش بيساعد يو في اي حاجة وبيعرفوا يو ان هو بيحلم بكوابس كتير الفترة اللي فاتت ومش عارف ايه اللي بيحصل له لدرجة ان هو ما بقاش قادر ينام وده عشان ما يحلمش بالكهان الغريب تاني وبيكون هنا عاوز يعرفه ان هو مش قادر يكمل الشغل بتاعه وان هو راح للدكاترة نفسية كتير جدا لكنه ما لاش اي نتيجة من الجلسات بتاعتهم بس صاحبه بيعرفه ان هو ما لوش اي علاقة بكل اللي بيحصل له وان هو لازم يخالص الشغل بتاعه في اسرع وقت وإلا الاتفاق اللي كانوا متفقينه هيكون ملغي وبيحاول يو ان هو يرجع على البيت بتاعه تاني من الشباك وده عشان صاحب الشقة ما يشوفهوش لكنه بيعرف ان صاحب البيت بيكون طرده ويو بيعرف ان هو لازم يشوف اي حل بسرعة فبيروح عشان يشتغل في كافيه وبيكون قاعد على اللابتوب بتاعه وبنعرف ان الشفت بتاعهم بيكون قرى بيخلص وبيوصل تاني الظل المرعب على يو بيكون عاوز يقتله لكننا بعد شوية بنعرف ان يو كان بيحلم في الكافيه وان هو نم من كتر التعب وبيكون تعبان جدا ومش عارف يروح فين لانه ولا معاه اي فلوس والراجل طرده من البيت بتاعه بيقرر هنا ان هو ينتحر ويريح نفسه وبيكتب رسالة على مبيله عشان الناس تعرف هو انطحر ليه وقبل ما يروح ويرمي نفسه من السطوح بيظهر قدامه راجل عجوز وبيقدم له اكله وبيفضل يتكلم معه شوية وبنعرف ان ده نفس الراجل اللي يو كان بيشتري منه اكل وده قبل ما يفتقر وبيكون واضح ان يو كان جعان جدا وبيبدأ يحكي للراجل عن اللي بيحصل معاه وبيعرفوا العجوز ان هو لما ينام ويحلم بالظل اللي بيطرده يفضل يقول بكل وضوح انا بحلم وهنا هيقدر يكنع نفسه ان هو بيحلم وساعتها مش هيحصل له اي حاجة بعدها بيرجع تاني على الشغل بتاعه وبيشوف البنت اللي معجب بيها وهي بتقرب عليه بس بعد شوية بيشوفه ويبتتحول للظل وبتدرب السف قلبه وبيفتكر هنا كلام العجوز وبيفضل يقول انا بحلم كذا مرة وبعدها بيقوم بسرعة من الحلم اللي كان فيه لكن حصلت معاه حاجة غريبة جدا وهو انه بيلاقي السيف اللي كان الظل بيقتله بيه بيكون واقع جنبه وطبعا ما بيكونش عارف هو لسه في الحلم ولا الحقيقة وبيفضل يدرب في نفسه بيفضل يبص على السيف اللي معاه وبيحس ان السيف ممكن يكون غالي جدا بيعرفوا فعلا ان السيف غالي جدا لدرجة ان صاحب المكان بيشتريه بدون تردد وهنا بياخد فلوس مقابل السيف واللي بتكون كتير جدا لدرجة ان هو بيأكل بها في احسن المطاعم وبيروح عشان ينام في فندق خمس نجوم وكمان بيشتري لابتوب جديد عشان يشتغل عليه ويكمل اللي بيعمله ولما بييجي ينام بيعرف ان هو زي ما خد السيف من الحلم ممكن ياخد اي حاجة تانية معاه وان هو عنده قوة خارقة يقدر يستفد منها وبيبدأ يفكر ان هو ممكن يسرق اي حاجة ويباعة هنا في الحقيقة ويساعتها يوم ممكن يحقق كل اللي نفسه فيه ويكون اغنى رجل في العالم ولما بيروح يو تاني في الحلم بتاعه بيجزل مرة تانية والمراضي بيكون ماسك فاس في ايده لكنه بيفضل ماسك في السيف وبيرجع بلي العالم الواقع مرة تانية وبيروح بسرعة على الراجل تاني وبيكون الراجل مرة دي مستغرب وبيدي له فلوس اكتر من المرة اللي فاتت لانه الفاس بيكون نادر جدا وبيكون يو حاسس ان حياته بدأت تتغير للاحسن وفي خلال يومين بيقدر ان هو يجيب كل الحاجة اللي نفسه فيها وبيعرف يو ان الاحلام اللي كانت زمان نقطة ضعفه دلوقتي هتكون مصدر قوته وفي يوم بيقرر يو ان هو يجيب كتاب عن مدحف اسري ويفضل يشوف السور اللي فيه وده عشان لما ينام يحلم به وفعلا بيلاقي نفسه في المدحف وبيشوف حاجات قايمة جدا حواليه وبعد لما بيلف فيه بيهجم تاني الزل عليه لكن المراضي الزل بيقتله من غير ما ياخد معاه اي حاجة بيصحى تاني من النوم وبيحاول ياخد منوم وده عشان يرجع تاني للحلم بسرعة وهنا قبل ما يموت بيحاول ان هو ياخد اي حاجة مع المراضي وفعلا لما بيصحى بيلاقي معا اتنين من القطع الاسرية الغالية جدا وهنا بيروح بيهم الاخطر عصابة وده عشان يبيعهم وياخد تمنهم وبيحاول زعيم العصابة ان هو يعرف ازاي سرق الحاجات دي من المتحف لكن يومش بيعرفه اي حاجة وبعد كام يوم صاحب يوبي قابله في الشارع وبيشوف ان هو بقى غني جدا وبيقرر ان هو يشغل صاحبه معاه لكنه مش بيعرفه سر الحلم بتاعه وبيروح للكافيه بتاع البنت اللي معجب بيها واللي بنعرف ان هي قرار اتباع المكان وطبعا يوبي يستغل الفرصة وبيشتري منها الكافيه بدعف الدمن اللي هي عوزاه وبيحاول يو المراضي ان هو يتعرف عليها وفعلا بيخرج معاه عشان يتعشوا وبيكون يو واسك في نفسه المراضي بعد لما بمعها فلوس كتير جدا وكمان لبسه بقى انضف وهنا يو بيكون قاعده مبسوط من الحالة اللي بقى فيها وبيلاحظ من الشباك اللي عجوز اللي انقذه من الانتحار وبيلاحظ ان هو معاه شانطة فيها فلوس كتير جدا مستحيل تكون دي ارادات العربية بتاعته وبيفضل يو كل يوم بياخد حاجات قيمة من الاحلام بتاعته وبيجمع فلوس اكتر وبنعرف ان يو بقى مليونير وكمان بقى عنده الكوة ان هو يهاجم الزل في الاحلام بتاعته وهنا صاحب يو الوحيد بيكترح عليه ان هو يعمل اطول برج في العالم باسمه ويكون اطول من برج خليفة وان هو يحط فيها الفقر اللي شافوهم وعشان يو كان حسس بالمعاناة بتاعتهم فبتعجبوا الفكرة جدا ولما بيروح يو في الحلم تاني المراضي بيلاحظ ان الزل بيكون قاعد ومش بيهجم عليه زي كل مرة وكمان بيشوفوا ان هو لابس حزام حوالين وسطه ولما بيروح عشان يلمسه ايدي بتتحرق لكن بيفضل يحاول معاه والزل بيرسم خطين على قلبه وهنا لما بيفوق يو تاني من الحلم بتاعه في سيف بيكون دخل في جسمه واللي بتكون في نفس المكان اللي الزل حط صواب عليه وبيحاول يو ان هو ما يفكرش في اللي حصل لحد لما بيدخل في حلم جديد وفي اليوم التاني بيحلم يو ان هو بنى البرج فعلا ولما بيطلع للدور الاخير بيلاحظ ظل قدامه وهنا بيتصدم يو لما بيعرف ان الظل نسخة تانية منه وصحة تانية من النوم وبيبدأ يشوف جروح في وشه وما يعرفش مصدرها ايه لكنها بتكون نفس الجروح اللي كانت بيتجله في الحلم قبل كده وهنا ما بيبقاش عارف يو اللي بيحصل معاه وبينزل عشان يتمشى شوية في الشارع لحد لما بتيجي عصابة وبتخطفه وبيكون زعيم العصابة اللي بيشتري من يو قطع الاسرية وهنا بيطلبوا منه عشرة مليون جنيه وده مقابل ان هو يخرج من هنا بعد لما عرف كل اسرارهم وبعد شوية بيوصل يو للمكان وبيجيب المبلغ معاه في العربية لكن زعيم العصابة بيطمع اكتر وبيختفه هو كمان وهنا بيقرروا ان هما يختفوا حبيب تيو وبيكون واخدهم كلهم وبيهددهم بالقتل لحد لما صاحب يو بيفوق وبيبدأ ان هو يهجم عليهم وقبل ما يو يقوموا يروحوا يساعدوا حد بيدربوا بالسكينة في ظهره بيحاولوا ان هما يكملوا هروب لكن العصابة بتوصل ليه بسهولة لانه كان لسه مصاب وبيفضل يدربوا في كل حتة في جسمه وبيكونوا قربوا يموتوه لحد لما بيغمع ليه وبيشوف الزل مرة تانية قدامه بيبدأ يشوف حاجات غريبة قدامه لحد لما بيلاقي حتة ازاز في وشه بيحاول ان هو يكسر الازاز لكنه مش بيعرف وبعدها جسمه بيتحول للمخلوق الغريب وهنا بنعرف انه يو هو نفسه الزل اللي بيظهر ليه وبيبدأ جسمه يستاعد قوته لحد لما بيكسر الحيطة وبيهجم على العصابة اللي خطفته وهنا يو بيقتلهم كلهم بالمسدس لكن زعيم العصابة بيقتل حبيبة يو قبل ما يموت هو كمان وبعدها يو بيروح على بجزء تيو اللي بتكون مرمية على الارض وبيخلص عليه هو كمان وبعدها بيفوق تاني من النوم وبيلاقي نفسه في المحل اللي كان الزل بيقتله بيه بالسيف وبيعرف انه هو كان بيعلم حلم طويل بس طويل شوية وبتيجي البنت اللي معجبة بيه وبتعرض عليه انه هو يشتغل معه في الكافي بعد لما عرفت ظروفه وطبعا بيقبل بالعرض بتاعها وبتبدأ الحالة المادية ليه انها تستقر شوية وبيرجع تاني للكتابة والكتب بتاعته بدأت تتبع بسرعة وبيكسب كتير من وراها لحد اللي ما في يوم بيروح على الراجل العجوز وبيعرض عليه فلوس لكنه بيرفض وكمان بيديله شنطة فلوس اللي سبهاله على العربية من غير ما ياخد باله وهنا بيستغرب يو ازاي الراجل العجوز لسه مع الفلوس وانه كل اللي شافه كان اصلا حلم لكن الراجل بيوريج جروح اللي في بطنه وبنعرف ان العجوز كان بيعيش اللي عايشه يو وهنا بينتهي الفيلم على المشهد بتاعه وقعد يكلم البنت اللي معجب بيها وبنشوف ان الزل بيكون قاعد مرائبهم من بعيد وبنعرف ان الزل هو كمان فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد سلام